بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو التسعة تلاتين من سلسلة شرح برنامج الميكرا سوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الروابط التفاعلية او الهايبر لينك من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي هنشوف ازاي نقدر نعمل هايبر لينك او رابط تفاعلي داخل برنامج الورد الروابط طبعا هي عبارة عن روابط اليو ار ال اللي كنت بتدخل تفتح بيها اي موقع على سبيل المثال انا هاجي هنا وهنسخ الروابط ده بعد كده هلزقه هنا هتلاحظ بان الروابط موجود بشكل طبيعي جدا قدامك لو انت ده رابط مسافة اتحول اوتوماتيك الى رابط تفاعلي انا دلوقتي ممكن افتح الرابط ده عن طريق اني ااجي هقف على الرابط وهدغط كنترول فهتلاحظ بان المؤشر اتحول الى علامة الايد لانا دغطت دلوقتي مع الكنترول هتلاقي بانه هيبدأ يفتح لي الموقع اللي انا كنت حاطت الرابط بتاعه دية الطريقة التقليدية العادية ولكن لنفرض مثلا بان انت عايز تحط رابط عن مقال عن مدينة مارسة مطروح وافترضنا بان المقال اللي انت عايز تحطه هو المقال ده طيب المشكلة اللي هتقابلك ان عندك المقال ده مثلا الرابط بتاعه فيه جزء من اللغة العربية وده شيء تم اضافته مؤخرا لرابط الURL العالمية بانك اصبح بامكانك انك تحط كلمات عربية في الرابط الURL او في اسم الموقع بتاعك انا دلوقتي ما هيمنيش جزء ده انا هيمني باني لما هاجي انسخ الرابط ده وهلزقه في داخل الورد هتلاحظ بان الرابط تحول الى الشكل ده كلمة مارسة بتروح تحولت الى الترميز ده لو احنا ضغطنا على الرابط ده هنلاقي برضو هيفتح لي نفس المقال اللي انا كنت فاتح عليه ضغطنا كنترول مع الكليك فتح لي نفس الموقع وبدون اي مشكلة شيء غير لائق باني اسمح بوجود الرابط ده بالشكل اللي قدامي داخل الملف بتاعي فهنا بنلجأ لخاصية الهايبر لينك الجزء اللي احنا شرحناه ده علشان نشرح اهمية فكرة الهايبر لينك او الروابط التفاعلية داخل البردانك انا مثلا هاجي هنا وهحط اذا اردت معرفة المزيد عن مدينة مارسة مطروح هعمل انقر هنا او في بعض المواقع بتلاقيها بتيجي تكتب لك مدينة مارسة مطروح وتبدأ انها تحط لك كلمة مارسة مطروح بشكل تاني بحيث بانك لو انت تضغط على مارسة مطروح تفتح لك المقالة الخاصة بمارسة مطروح طيب ازاي اقدر اعملها بكل بساطة ده هتيجي وتنسخ الرابط بعد كده هتيجي تظل الكلمة انقر هنا وهتعمل كليك يمين ومن خلال لينك هتاخد insert link امامك مجموعة من الخيارات اللي انت تقدر بانك تستخدمها فيها الهايبر لينك تقدر بانك تفتح صفحة ويب تقدر بانك تروح لمكان داخل المستند تقدر بانك تفتح مستند جديد او تقدر بانك تحط ايميل وتحط الرابط بتاع الايميل هنا بحيث بانه يبعت رسالة للايميل ده على طول اول ما يضغط على الكلمة دي احنا طبعا بنستخدم هنا الويب بيج لان الرابط بتاعي هو رابط ويب بيج بقول له اوكي هلاحظ بان الكلمة بتاعتي تحولت الى اللون الازرق وتحط تحتها خط انا هعمل نفس الحركة هنا على كلمة ملسم اتروح هقول له insert link ويحط له الرابط وهقول له اوكي اصبح عندي هنا الرابط ما هواش ظاهر امامي ولكن الرابط لا يزال موجود فعليا لان لو انا جيت ويفتع على انقر هنا هتلاحظ بان نفس الرابط اللي كان موجود فوق ولكن اصبح بشكل منسق ومن غير ما يضيع لي تنسيق ملفي او يضيع الشكل العام للملف بتاعي لو حضرتكم لاحظتهم انا هضغط دلوقتي على control مع النقر على الكلمة هتلاقي بانه فتح لي الصفحة اللي انا عايزة الرابط التفاعلية مهمة جدا في تنسيقات الملفات او تنسيقات صفحات الانترنت او تنسيقات التنقل بين الملف الواحد انصح دايما الجميع بتجربتها لتوفير الوقت والجود وتنسيق الملف الخاص بكم لو انا دخلت هايبر لينك غلط او عايز اعدل الى هايبر لينك اقدر باني اظلل الكلمة وبعد كده اعمل كليكي مين وادر باني ادخل على تعديل الى هايبر لينك لو انا كنت حطيت رابط غلط وعايز اعدله لو انا ما كنتش عايز اصلا احط رابط عليك كلمة دي وحطيت عليها بالغلط اقدر باني اعمل لها فبترجع لتنسيقها الطبيعي وبيتشال من عليها او الرابط التفاعلي بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالرابط التفاعلية بنشكر حضراتكم ويتمنى لجميع كل التوفير ويتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة